المقات ذو الحليفة وهذا المقات لأهل المدينة والجحفة لأهل الشام وقرن المنازل لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل العراق فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم حديث متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل عراق ذات عرق طواه أبو دول وهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمر حديث متفق عليه ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وأما من كان في مكة وأراد العمرة فميقاته من الحل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بعائشة أم المؤمن رضي الله عنها إلى الحل لتحرم منه حديث متفق عليه ترجمة نانسي قنقر